السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباء في قناة وصفات لكم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب اليوم إن شاء الله سوف نقوم بعمل وصفة رائعة جدا لإزالة الرؤوس السوداء طبعا مشاكل الرؤوس السوداء تكون معظمها في الأنف فوصفة اليوم هي عبارة عن مقشر بسيط جدا وسهل إن شاء الله سوف يزيل الرؤوس السوداء حول الأنف فهذا المقشر إن داومتم عليه تقريبا لمدة ثلاث أسابيع فأنا جد متأكدة أنكم سوف تتخلصون من الرؤوس السوداء ولن يكون لها كذلك أي آثار إذن أحبائي قبل ما نمر للوصفة أتمنى منكم إن كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها ولكم مني دائما جزيل الشكر فالمكون الذي سوف نحتاجه هو معجون الأسنان كيفما كان نوعه يعني حسب ما أنتم تتوفرون عليه فيمكنكم أخذ فرشة أسنان تستخدمونها فقط للوصفات الطبيعية كسكراب للبشرة وما إلى ذلك إذن على بركة الله نأخذ إناء بهذا الشكل أي لكي نمزج فيه هذا السكراب لتقشير ولإزالة الرؤوس السوداء وكذلك كما قلت فورشات أسنان مخصصة للوصفات نأخذ بهذا الشكل نضع القليل من معجون الأسنان كما ترون ثم نضيف كذلك فقط رأس ملعقة صغيرة هنا من السكر الخشن بهذا الشكل ونمزج هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج لنا فهنا السكر الخشن يساعد على تقشير وإزالة الخلايا الميتة كذلك على البشرة أو على الخدود يعني على المناطق التي بها رؤوس سوداء هي وصفة سوف تزيل الرؤوس السوداء وكذلك الخلايا الميتة يعني تلك القشور التي تكون تظهر لنا على الأنف أو البشرة نمزج بهذا الشكل هنا بعدما نمزج هذه المكونات بهذا الشكل نبدأ بغمز فورشة الأسنان يعني المخصصة بالوصفات كما قلت نغمسها بالكامل هكذا بعدها تقومون بعمل تقشير للمنطقة يعني التي بها رؤوس سوداء تقومون بذلك المنطقة يعني أو الأنف كذلك بحركات دائرية بهذا الشكل حتى نزيل كل الرؤوس السوداء والخلايا الميتة هكذا كما ترون نقوم بهذه الحركات حركات دائرية على منطقة الأنف أو كذلك الخدود أو الدقن أو الجبين يعني أي منطقة تظهر فيها الرؤوس سوداء كما أن هنا حبيبات السكر الخشن سوف تساعدكم على إزالة الخلايا الميتة التي تكون عالقة بالبشرة نستمر هكذا تقريبا مدة خمس دقائق يعني حتى نزيل كل الرؤوس السوداء فهذه الوصفة رائعة ومجربة مني شخصيا سوف تزيل الرؤوس السوداء منذ أول استعمال سوف تلاحظون الفرق يعني قبل وبعد الوصفة فالنتيجة مضمونة مئة بالمئة ممكن استعمال هذه الوصفة مرتين كل أسبوع ولكي تحصلون على نتائج جد رائعة دائما قبل عمل أي وصفة سواء كانت ماسك أو مقشر يجب دائما غسل البشرة بالماء الدافئ والصابون أو عمل بخار للوجه لتفتيح المسامات لكي يسهل إزالة الرؤوس السوداء منذ أول استعمال بعد استعمالكم هذا السكراب لكي يسهل إزالة الرؤوس السوداء والخلايا الميتة منذ أول استعمال يعني منذ أول استعمالكم لهذا السكراب فلو كانت لديكم رؤوس سوداء في الخدود أو تحت الفم أو في الدقن أو كذلك الجبين فيمكنكم استخدام هذه الوصفة وبنفس الطريقة يعني تأخذون فرشات الأثنان وتغمسونها بالكامل ثم تقومون بنفس الشيء يعني بنفس الحركة هكذا مدة لا تقل عن خمس دقائق بهذا الشكل تفركون بحركات دائرية باستخدام فرشة الأثنان تكون دائما مخصصة كما قلت للبشرة مع القليل من معجول الأثنان والسكر الخشين نقوم بهذه الحركة إذا كما رأيتم وصفة سهلة جدا بمكون واحد نضيفه إليه يعني حبيبات من السكر الخشين حبيبات من السكر الخشين كما يمكنكم أيضا إذا كنتم لا تريدون إضافة السكر الخشين يمكنكم أيضا إضافة مطحون البن يعني القهوة تضيفونها إلى معجول الأثنان ثم تبدأون تفركون بهذا الشكل تفركون البشرة حتى تتخلصون من مشكل الرؤوس السوداء إذا كما رأيتم وصفة سهلة وأنا جد متأكدة أنها سوف تنال الإعجاب منذ الاستعمال الأول أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وإذا أعجبكم هذا الفيديو أحباء لا تنسوا دعمي وذلك بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو كذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة ولكم مني أحبائي دائما جزيل الشكر نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم دائما في أمان الله